المزيد معنا رائد الخضر لأيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي أهلا رائد أهلا وسهلا إذن نبدأ من ترقب للبيانات الأمريكية وهي CPI وهي الأهم يوم غد هل باعتقادك ستكون كافية لتحديد المسار أم هناك يعني عوامل أخرى قد تؤثر مثل يعني بيانات التوظيف وغيرها يعني أعتقد هي الأهم حاليا على مكتب أو في قراءات المهمة التي ينظر إليها الفيدرالي الأمريكي هي بسويات التضخم وبخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الأخير جيرون باول أكد على أنه المهمة واضحة للفيدرالي بأنه التضخم يبدأ بالتراجع ننتظر يوم الأربعاء قراءة لبؤشر أسعار المستهلكين توقعات بأنه يكون في عنا تراجع طفيف بعض الشيء ولكن يكون في عنا تراجع هذا هو الأهم الذي ينظر إليه الفيدرالي هل إذا حدث هذا التراجع وفعليا بدأ التضخم بالانخفاض إذا مستويات أسعار الفائدة الحالية التي وصلت إلى 5.25% برفعتها العاشرة الأخيرة التي تمت الأسبوع الماضي أعتقد هي كافية ومن ثم يبدأ السوق يسعر إمكانية توجه نحو تقليص أسعار الفائدة في الفترة القادمة للحقول دون أن يكون هناك انكماش في الاقتصاد عند مستويات إقراض أو مستويات معدلات مرتفعة جدا للإقراض في الولايات المتحدة الأمريكية القراءة محورية ومهمة ولكن قراءة التوظيف أعتقد نوعا ما أعطت صورة غير واضحة للاقتصاد الأمريكي هناك أداء إيجابي جيد في مستويات التوظيف نعلم هذا الأمر ولكن اختلطت الصورة بالنسبة للمتداولين إجمالا أنه في عندي أداء جيد في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يستمر رفع أسعار الفائدة أعتقد الفيصل سوف يكون بيانات التضخم إذا حققت تراجع إذن أسعار الفائدة التي وصلت حتى الآن من الفيدرالي هي كافية ولا يحتاج إلى مزيد من الرفعات ومن ثم يتم النظر إلى مكونات أخرى داخل الاقتصاد دون أن يكون هناك خلق بيطة هل تعتقد بأن التراجع سيبدأ يعني هذا باعتبارا من هذه هذا العام مثلا مع أواخر هذا العام في أسعار الفائدة أقصد؟ ممكن جدا أن يكون الربع الأخير من هذا العام موعد مناسب جدا لأن يبدأ الحديث داخل الوقت الفيدرالي أنه يجب أن يبدأ التخليص أسعار الفائدة الفعلي أو التخليص الفعلي ممكن أن يتأخر إلى الشهر الأول من العام القادم وذلك وفق دوت بلوت أو توقعات أسعار الفائدة المقدمة من قبل الفيدرالي الأمريكي هو على أن يكون التخليص يبدأ في شهر ديسمبر ولكن ضمن الظروف الحالية وتأكيدات الفيدرالي وأن لا يزال التضخم نوعا ما بعيد عن المستهدفات 5.6 نحن المستهدفات عند 2% أعتقد يحتاج مزيد من الأشهر في الفترة القادمة ومزيد من القراءات الإيجابية حتى نصل إلى مستويات التضخم عند 2% طيب رأينا نتحدث عن توجه المركزي البريطاني أيضا وتجاه الاسترليني طبعا لذلك شوفنا أن الجني الاسترليني نوعا ما أداءه مستقر متزم مستويات الـ 1.24 مستويات مهمة جدا بالنسبة للجني الاسترليني لاستقرار فوق تلك المستويات نحن نتطلع إلى رفع بـ 25 نقطة أساس من قبل المركزي البريطاني ويجب أن يكون هذا الرفع من قبل المركزي البريطاني لأن التضخم لا يزال يعني استيكي أو لا يزال صعب الهبوط لا يهبط بالشكل المطلوب بالتالي يحتاج إلى مستويات أسعار فائدة قد تناهز مستويات الأربعة ونص لأربعة وخمسة وسبعين حتى نشوف تفاعل أكثر مع مستويات تضخم نحو المستهدفات ولكن المسار تشديد أسعار الفائدة من المركزي البريطاني أعتقد طويل نسبيا قد يمتد حتى منتصف العام القادم حتى نصل إلى مستويات تضخم أقل نسبيا وهذا يتيح المجال للجنيل الإسترليني لمزيد من الارتفاعات نحو الـ 1.26 إلى 1.27 رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة الكويت شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك